يعني أنا بدايتي طبعاً إسلام كانت بداية صعبة على لاعب صغير حلمه وطموحه أنه يبقى لعب كورة بس آه ما كانش في هدفي ولا في طموحاتي أن أنا أوصل للمرحلة دي غير بعد فترة من الاجتهاد والشغل والتعب والتنقل بدأ حلمي يكبر آه بلعب في الشارع بلعب في الشارع بلعب مع زميلي نفسي أن أنا أروح مركز شباب آه أروح نادي بعد كده يقربني من الدور الممتاز فيعني الخطوة دي جات لي بلعب في مركز شباب كوريتي كوريتي الشين في مركز أطور محافظة الغربية آه زي أي طفل بقولك بيلعب في آه تعرف إحنا معندناش التكلف معندناش تكلف يا إسلام فاهم فبنلعب حافي بتلعب في الشارع بتلعب مع صحابك مع أجرانك مع بأقل إمكانيات موجودة ففي مرة من المرات عملنا فريق في القرية عندنا في البلد وتشكل مركز شباب ولعبنا باسم مركز الشباب ده ضد نادي غزل المحل آه فدي كانت البداية بالنسبة لي أما بس ما نكمل أول النقطة دي ما كانش بيجي في دماغ مثلا أنا عايزة تلع دكتور أطلع معندس والدتي كانت مصرة على الدراسة أكتر آآ أخواتي كانوا هما اللي عندهم الرغبة أكتر أن أنا بقى لعيب كورة وشافوا أن أنا بقى لعيب كورة وضغطوا شوية في النقطة دي معايا ساعدوني أن أنا أركز شوية في الكورة أجبر ألا أصغر أخواتي أنا أصغر أخواتي كلهم آآ أنا أصغر أخواتي فكلهم حتى أخويها الكبير حسن كان لعب كورة كان لعب مركز بنادي زمالك ألين طبع حفظة كفر الشيخ ويعني عنده الفكرة عن الكورة وعارف بقى أنا الصغير وشايف فيه أنا أكون لعيب كورة كان ياخدني دربني يخليني يعلمني أشوط إزاي يعلمني أباص إزاي يكلمني دايما في الكورة كنت أنا بلف وراه وأنا صغير ياخدني معا المباريات ياخدني معا كانوا حارس مرمى فياخدني أتفرج على المباريات بتاعته فارتبطت بالكورة جامد بدأت بقى كان وصلت مثلا تقريبا 14 سنة أو حاجة خلاص يعني إيه أنا أصريت أن أنا ألعب كورة في الوقت ده طبعا نتعارف كنا في أواخر التمانينات تقريبا والدتي مصرة أن أنا دراسة يعني وإخناقات بقى وكلام من ده إنما إخواتي ساعدوني بشكل كبير أن أنا أركي شوية في الكورة مع الدراسة لسنس أداة أنا كنت من الحمد لله متفوق في المدرسة بشكل كبير جيت دخلت للمرحلة السنوية وجبت درجة كويسة وبرضو جيت في الفترة المتحانات كده حصل لي تعب شوية فترة المتحانات سبحان الله يعني بص في حاجات قدرية كده فجبت مجموع أقل من اللي كان المفروض أجيبه فروحت دخلت كلية أداب قسم إنجليزي بدأت في الفترة دي كنت خلاص كان حصل بقى أن أنا اتنقلت المحلة رحت غازل المحلة قطاع الناشئين كان المركز شباب بالشين بيلعب ضد غازل المحلة الكابتن إبراهيم يوسف كان هو المدير الفني لغازل المحلة هو وخالد عيد وكابتن خالد عيد وكابتن شوق غريب كابتن شوق غريب كان ماسك في المحلة في الوقت ده فشفوني عجبتهم فروحت اتنقلت الغازل المحلة لعبت في الناشئين ثلاث سنين تقريبا وبعد كده كان فيه مدرب ألماني موجود في الفريق الأول كانت فترة نهاية جيل المحلة الجيل العظيم للمحلة اللي كان أسماءهم كبيرة كانت المصطفى الزفتاوي خالد إسماعيل خالد عيد مع احترام طبعا صفاتهم كلهم يعني كباتن كانولية كابتن عبدالعظيم الشورى أسماء كبيرة جدا كابتن طه السيد كل دول أنا طلعت في نهاية الفترة بتاعتهم في نهاية ملحيتهم لا لعبت معهم لعبت معهم سنة تقريبا أو سنتين يعني وبدأوا يعتزلوا كلهم بعد كده بدأ النادي المحلة يعتمد علي كأساسي في لعبت كم سنة في المحلة لعبت ست سنين في الدور الممتاز ست سنين فآخر سنتين في ست سنين دول يعني مثلا عندي أربعة وشي سنين أنت كده طلعت وانت عندك كم سنة طلعت تمنتاشر سنة الفريق الأول تمنتاشر تمنتاشر سنة بس الحمد لله في خلال الفترة الأولانية دي أسلام الإسرار والرغبة بدأت توصل عندي السؤال اللي انت سألته في الأول طموحي بقى أن أنا أوصل في المكان اللي أنا وصلت لها بعد كده زاد معايا إسراري أن أنا أبقى حاجة في الكورة كنت بتمرن كويس عايش لعب كورة بس ودي النقطة نعرفش أنا هنا هقطع اسمعوا الشباب الغرض من كل اللي إحنا بنعمله ده إن مجموعة الشباب اللي قاعدة بتتفرج علينا بتشوف قدوة كبيرة زي كابتل وقى الجمعة بيقولكو إيه وقى الجمعة لعب كرة قدم ووصل لأعلى مستويات في القرى الأفريقية وفي العالم يمكن انت كمان لكن بيقولكو إيه الكلام اللي جاي ده مهم جدا عشان القدوة دايما تبقى مثل وبتبقى دايما قدامك فشوف القدوة بيعمل إيه لسانسة أداية بينجليزي وفي نفس الوقت النحل التانية بيعمل إيه يعني فبقولك الفترة الأولى دي حددت هدفي إن أنا عايز أوصل أبقى لعب كورة بس اكتهدت جاء علي فترة في المحلة واحد من المدربين قال إن انت ما تنفعش تلعب كورة تحديته وأصريت الحمد لله إن أنا أطلع الأفضل في مكاني وفي الفريق وخليت المدرب اللي جي بعده يعتمد علي ويقول إزاي إن ده ما كانش بيلعب أساسي في النادي فدي نقطة بصراحة كبرت معايا نقطة الاهتمام والإصرار والعزيمة اللي ساعدتني بعد كده الحمد لله في فترة الأهلي اللي بعد كده هنيجي نتكلم عليه تماما فخلال بس قبل ما ناخد معنا النهاردة حبايبك كتير إذا إنت عندك حبايبك كتير جدا كتير جدا